السلام عليكم شباب معكم علي اتاكو جيمر اليوم رح نتكلم عن التحديث الجديد الخاص بفورتنايت واش الاشياء اللي حتجي فيه وطبعا اللي ما يعرف لسه فيه تحديث كمان لني الموسم هذا واللي المفترض ان التحديث الماضي يكون هو اخر تحديث بس ممكن فورتنايت غيرت رأيها باخر لحظة المهم معلنا يا شباب رح نتكلم هلا عن جميع الاضافات اللي بنعرف عن التحديث هذا واش ممكن يجي معنا فيه لهذا التحديث ضغري روح على الايتم شوب يا شباب حط قود اي واحد تسعة الله يسعدكم اذا احبت تشتري شيء بالاضافة انه بعد كم يوم يعني خمسة عشر يوم هيك حركات بتلباس فاتأكدوا انه ملكود يظل موجود عنكم لحد ما ينزل السيزون الجديد وكمان اكتبوا اي واحد تسعى بمربع البحث يطلع لكم جميع ما باتي اتمنى انكم تلعبوها يا اخوان لانه صراحة متعب كتير وفيت بمجال تصميعين ما بات واخر شيء صفر لاعب صفر لاعب وهم فيه 25 هذا لانه ما بمروج له كتير وفيه وطولات وعلى الفين في بوكس اتمنى تدعموني باللعب من خلال ما باتي وعطوني رايكم فيها بقسم الطريقات وايش اطورها او ايش اعمل فيها عشان اتصيروا اتفضلوها عن ما بات ثانية وبس يالله خلونا نبدأ رح نتكلم هلا دغري عن اهم شيء موجود يا حباب يلي هو طبعا تعاون بيلي ايليش واللي سكن تبحها وايش شكله رح يكون بالضبط طبعا يا شباب البوم بيلي ايليش هننزل معنا قريبا وطبعا هذا الشكل البدائي للسكن متل ما كم شايفين هيك الشكل الشخصية بالحقيقة ولكن شوفولي كيف شكل الحزمة باللعبة شوفوا هاي هي الحزمة فصراحة هجمج جدا عزبتني احسن بكثير من بيلي ايليش اللي موجودة في طور الموسيقى العادي عجبني شوفوا شوفوا الاسكن لابس اسود وعليه تفاصيل حمرة في طبلة وشغلات زي هيك هاي هي الحزمة اعطوني رأيكم بالسكن هل شوفوه يستاهل انك يكون سعره 1500 في بوكس انك ينضيفوه للحزمة الجديدة اعطوني رأيكم فيها صراحة الاسكن جدا جدا اسطوري اسكن بيلي ايليش الجديد طبعا شي مهم جدا لح نعرفه بالتحديث اللي هو عودة كريتوس يا اما بهذا التحديث رح تأكد لنا انه كريتوس رح يرجع يا اما انسوا الموضوع فعليا لانه تقريبا بعد ما يجي التحديث يا اخوان بيكون باقي فقط 10 ايام على نهاية الموسم هلا حاليا بقي 15 يوم وبس وبينتهي معنا الموسم خلال هاي الفترة لازم نعرف اي شي عن عودة سكن كريتوس هل هل رح يرجع ولا لا وهل يمكن يرجع باخر يوم بالسيزن على نهاية زيوس والاشياء هاي عساس انه هو اللي يجي يجلدهم وبعدها ينتهي الموسم عرض الله اعلم كل المعلومات رح نفعها عن كريتوس عن عودته بالتحديث القادم وبالموسم القادم تمام مجرد ما عرفناها خلاص رح نعرف انه رح يرجع ولا لا اما اذا ما طلع اي تسريب فمعناتها الاسكن ما رح يرجع وكمان رح يتسرب معنا شوية تسريبات عن الموسم القادم ورح نعرف تفاصيل الحدث المصغر اللي هيصير بشكل بهيك الموسم يعني هلا الموسم الماضي صار معنا حدث اليد العملاقة دي رح يرجع يتكرر معنا كمان حدث بهذا الموسم اللي علاقة بالقصة وزيوس والحركات هاي وصندوق بندورة اللي شفناها بالموسم الماضي رح نشوفها تتكرر معنا بهذا الموسم بعد التحديث رح تبدأ هاي الاشياء مباشرة بشكل تدريجي فمتل ما كون شايفين بهاي الصورة شغلة بعيدة قاعد تقرب تقرب على الجزيرة هس شو هي ما نعرفها رح نعرفها ان شاء الله بالتحديث القادم وطبعا من المعروف انو الحدث اللي هيصير عبارة عن خمس مراحل والاشياء هاي احنا كل اللي علينا انو نستنى التحديث اللي هيجي يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله رح نعرف جميع التفاصيل الخاصة بهذا التعاون اوزي شو دخل التعاون المهم الموضوع الخاص بالحدث والاشياء هاي وبس هذا هو فيديو اليوم لايك اشتراك كود لايتمشوا بA1-9 لا تنسوا كمان تلعبوا بماباتي الخاصة بكود اي واحد تزعى كتبوها بطلع لكم المابات اتمنى تلعبوها يا اخوان اكون شاكر للكم على الدعم الاسطوري لانو لعبكم للماب اكبر دعم ممكن تدعموني فيه اتمنى تلعبوه يا اخوان واكون شاكر للكم ويلا شوفكم فيديو جاي السلام عليكم